السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونلتقي مجددا لنتحدث عن موضوع جديد اخترنا له عنوان بعد فوات الاوان هذه الدنيا غريبة احيانا قد تفاجئ الانسان بمفاجآت غير منتظرة كتكون عنده مطامح هذا الانسان كتكون عنده رغبات يخطط للوصول اليها ولكن تعترض سبيل طريقه مجموعة من العوائق ثم لا يكاد يصل الى الهدف المنشود الا بعد طول الوقت وفوات الاوان لا شك ان كل واحد منكم عاش تجربة مريرة في حياته الدنيا ولم يصل الى غرضه الا بعد فوات الاوان تعالوا بنا نتحدث ايها الاحب الكرام عن حقيقة فوات الاوان ونبدأ بقصة واقعية انسانية عايشتها منذ زمان بطلة هذه القصة الواقعية الحقيقية هي بهيجة بهيجة شابة في مقتبل العمر القدر حباها بقصة وافر من الجمال واعطاها حضوة ناجحة في الدراسة بهيجة كان دائما الخطاب يتسابقون لخطبتها لكنها كانت ترفض بحجة انها مازال بقى صغيرة وكتابع الدراسة ديالها حينما نجحت بهيجة في الباكالوريا وصعدت الى الجامعة ازداد عدد المعجبين وازداد عدد الراغبين في الزواج بها فتت حسناء على خلق كريم ومستوى الدراسة رفيع ثم تنتمي الى عائلة كريمة الانظار تتجه اليها وحينما نجحت في الجامعة كانت ترفض بحجة انها تتابع دراستها الجامعية ثم اجتزت اجتزت مصابقة لتكوين الاساتدة فنجحت في الامتحان لتكون استادة ما تزال الانظار متجه اليها وعدد الراغبين في الزواج من بهيجة يتكاتر شباب ورجال اشكال والوان وهي دائما ترفض وتعلل بانها في طور البحث العلمي والدراسة لكن حقيقة امرها بهيجة كانت تبحث عن فالس احلامها عنده صورة معينة صورة في دهنها بقى مازال ما طلقتش معه اللي بغي يخطبها كتقول له اسفة معذرة واستمرت الايام وشاءت القدر شاء القدر ان تلتقي بهيجة مع فارس احلامها واحد شاب يكبرها بحوالي عشر سنوات في وضعية مادية جيدة على خلق فيه الحياء ولد عائلة كبيرة التقى معها في احدى الانشطة فاعجب بها واعجبت به تبادل ارقام الهاتف استلطفها واستلطفته واصبحت هناك محادثات بريئة بينهما على امل انهما يرغبان في الزواج بعضهما البعض فعلا بهيجة بدأت تشعر بان القدر يبتسم لها وبدأت تحكي لبعض صحيباتها هاد الفارس الاحلام اللي الان كيتكلم عليها باش يخطبها وكما يقال ويل لمن اشارت اليه الاصابع ولو بالخير في اليوم المعلوم هاد الخاطب جب العائلة ديالو واقصدوا الدار ديالبهيجة من اجل خطبتها الدار كبيرة تبارك الله العائلة محافظة استقبلوهم احسن استقبال جبوا معهم شموت النوار وجبوا معهم الحلويات وجبوا معهم احد الرفقة طيبة لباس انيق ابتسامة كلام حلو العائلة ديالخاطب والعائلة ديالمخطوبة ايضا عائلة طيبة على خلق كريم فيهم الحياء اتبارك الله الخير فيضع ليهم حتى هم استقبلوا واحد استقبال حسن طعام وشراب واكل وشرب من اللي فتحوا الموضوع على قبل الخطبة الاب ديالبهيجة رفض رفض الخطبة بحجة انه را عنده بنت خورة كبر منها را التقاليد والعادة والاعراف ديالمجتمع ديالهم انها ميقبلش ان يزوج الصغرى قبل الكبرى بهيجة عنده اختارة كبر منها اللي هي ايا اه اكبر اربع سنوات لازلت عازيبة فقال لهم لا انا ضمدتكم غتخطبو الكبيرة مش الصغيرة وجه الخطاب عنيف للخطب واش انت بعدك تعرف الصغيرة فين عرفتها وكيفش تكلمت معها لا ما كان عرفش يا سيدي انا غير الناس قالوا لنا دار عائلة طيبة عنده بمينية على الزواج جه تقصدتكم الام ديال الخطب بدتك تحاول ما امكن انها تلطف الجو وقتلها احنا قصد العائلة العائلة اللي بغيناها في النهاية تم الاتفاق بان هذا الخطب غد يتزوج باختي بهيجة وليست بهيجة صدمت صدمت الفتاة الراجل غيخطبه يا ده ما فرضوا عليه ادختها اختها لان الاعرف والتقاليد لا تسمح بجوازي الصغيرة قبل الكبيرة جبوا الاخت ديالها فعلا سيدة بيت كتقوم بالخياطة والفصالة والطرز ام الخطب باستحسنتها قلت اتبارك الله احنا مشي الغراض لننزوجهم بالبنت احنا بغينا العائلة كلها لان الزواج عندنا في المغرب وفي العالم العربي عموما ما هو زواج بين داكر وانت زواج عائلة مع عائلة ودي عائلة طيبة قنعته ولدها قتله لضيعنا هاد العائلة صعيب القو بحالها ولبقتك تنتظر حتى تزوج اخت بهيجة رغط طلبك الايام ونقربا نموت سنشوف هولدتك اقنعته الام على انه يتزوج باختي بهيجة صدمة كبيرة اصابت بهيجة لما فرحات وقبلت ها هو القدر يحول الاتجاه منها الى اختها الى شقيقتها فعلا اقيم العرس زفاف كبير حضر اليه الاهل والاحباب الكل فرح الكل مسرور الكل يغني للحياة دفوف ومزامير وزغريد الا بهيجة حزينة تبكي وتندب حضها التعيس كتشوف بان العريس اللي غيخطبها ضع منها وشكون فين مشى مشى عن شقيقتها ضلت بهيجة حزينة واختها فرحة مسرورة كتقول هذا ازهر جابوا لي يا ربي هذا هذا رزق سقوا اليه خالقي وتزوج وبقى العريس دائما في حرج كبير من اللي كيدخل عند العائلة مع امراته جديدة يرمقوا الى بهيجة ينظروا اليها وكيدفكر بان رهي اللي كانت مقصودة بذاتها ويا ما كلمها في الهاتف وارسل اليها رسائل غرامية ويا ما خطبها خطاب عاطفي ودب اليوم كغدير ما هي هذه الورطة الكبيرة وقع فيها بدأ في صراع مع نفسه وفكر انه يغادر المدينة فهاجر الى مدينة اخرى بعيدة بحجة ان عند العامل تم واحد الفرع في العامل ديالهم انتقل لقى بان احسن طريقة هو ابعد ابعد من المكان اللي فيها ديك الشقيقة دي العروسته بهيجة من دك اليوم اشتد بها الحزن اصبحت تميل الى العزلة تدخل الى غرفتها تغلق عليها الابواب تطفئ الانوار وتظل تبكي وتندب حضها التعيس صاحبات قدلها شوف انت تتباك لارك مطلوبة انت تباك لاركو استادة وعلى قسط وافر من الجمال اذا مش هادك دا بيجيبلك ربي عز وجل ما هو افضل منه رأي العرسان على في كل مكان ممكن ان شاء الله تعالي بدك خيرا هي قلبها اصبح معلق بذلك الشاب والغريف الامر من شدة الحزن والاسع والوحدة والظلام ماذا اصابها اصيبت بمس غريب والليك تشعر بان هناك الرحشة كتجيها في الديحة والتنمل في رجليها وكتجي واحد فيبغاسيون في الدماغ هذه علامات المس اليوم وغدوا بعدو اصبح عندها مسهم لان القلق الشديد والهم الشديد كيتحول الى اكتئاب ومن تم يتحول الى مس فاصبحت بهيجة ممسوسة وتعلمون اي الاحباء الكرام بان من اصيبت بالمس يمنعها من الزواج من ذلك اليوم عمر شوى حد مبقى ضق الباب دي البهيجة ولا عبرها احتف الشارع النظرة الى الاعجاب كلها اختفت احتوى حد مسول فيها اصبحت بضاعة كأنها غير مطلوبة بهيجة دخلت الى العمل واصبحت استادة واصبحت دائما تصلي وتدعو الله تعالى على ان يرزقها زوج طالت الايام والشهور والسنين لا احد عبر بهيجة وكأنه اصبح بينه وبين الزواج حجابا مستورة الاخت ديالها عاشت في امان مع زوجها الجديد وانجبت الطفل الاول ثم بعده طفل تانية ثم بعده طفل اخر ثلاث اولاد كيجو غير في العطل من اللي كيجو في العطل ايام معدودة الى العائلة زيارة البيت العائلة بيجة كتاخدك الاطفال وكتعنقهم وكتبسهم وكتشمرحتهم وكتقول هؤلاء الاطفال كانوا او كادوا او اوشكوا ان يكونوا اولادي لو ان الخطبة تمت والزفاف تمة لصالحها لكن هاد الاطفال اطفال اختها كانوا اولادها من صلبها من رحيمها ظلت تعشق هؤلاء الاطفال وتتمنى ان يوم من الايام تتزوج هي ايضا وترزق باطفال لكن احتوى حد مسوول فيها تمضي السنوات والسنوات والسنوات واحتوى حد مسوول فيها نهائيا ودائما في سرع مع المس حتى مرت اكتر من عشر سنوات اختها عيش مع زوجها في سعادة مع ثلاث ابناء لكن القدر الالهي شاء بان بهيجة اخت بهيجة ستصاب بمرض عضل تصاب بسرطان فاضطرت الى العودة الى دار ابيها لاجل متابعة العلاج وظلت شقيقتها بهيجة هي اللي كتمشي معها السبطار وكتدويها والغريب انها كتمشي معها ومع زوجها في نفس السيارة ودائما هي محرجة محرجة من هد زوج اخيها لكن هو رغبتها في الزواج اول مرة الايام تمضي بسرعة والمرض يشتد باخت بهيجة سرطان شديد لكن ايام معدودة وماتت اخت بهيجة واصبح زوجها هكذا فارغا وعنده ثلاث اولاد العائلة قالوا لي خسكت زوج فقالوا اليك لابد غنيت زوج غيرت زوج قال خد خد شقيقة زوجتك اللي هي بهيجة اللي هي خطيبته الاولى فكان ان تقدم من جديد الى بهيجة ولكن هيهات ثم هيهات بعد مرور 17 سنة غريت تقدم الى بهيجة وقال لقى قد تغيرت السنوات والايام والمعانات فعلت فيها فأفاعلها اخديد في وجهها في بشرتها شيب صعد في رأسها دبول في عينيها اصبحت نحيلة ومصابة بمس فمع العلاج تزوجت بهيجة مع زوجها الاول لكالمفروض غريت كون زوجها وحينما تزوجت به لان ما كشل غيرتان بالاطفال للختاء سوى هي هي لعند القلب عليهم وعند الكبد عليهم تزوج من جديد لكن لم يكن هناك الزفاف بالذي كانت تتمنى من قبل العمارية والاهزيج والدفوف والطبول والزغاريد كان مجرد هناك اللقاء بسيط بين العائلة زواج في صامت هادئ وروح أختها كانت تخيم على المكان وتنظر إلى أطفال أختها الأيتام وزوج أختها الذي صار زوجها معاناة شديدة كانت تقول يا رب ماذا عدسة أساني أن أصنع بعد فوات الأوان بعد فوات الأوان لا تزال بهيجة تعيش مع زوجها ومع أولاد أختها التلاتة على مضض كبالها الحياة ضلمتها كان بغن نقول لبهيجة ولكل من عنده مشكلة قريبا منها فاته الأوان أقول له لم يفت الأوان وإنما القضية كلها هي أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الدنيا وخلقها ناقصة سماها الدنيا من الدنو الدنو يعني النقصان عمرها ما تكون كاملة ربما من رحمة الله بنا نحن البشر الضعفاء ربنا عز وجل جعل هذه الدنيا ناقصة ومؤلمة ونتلقى فيها صفعات بين الفين والأخرى علش حتى لا نتعلق بهذه الدنيا حتى لا نود أن نبقى فيها خالدين لأنها إلى بوار وإنما حياته الإنسان في الدار الآخرة فعليه أن يصبر ويحتسب ويقبل هذه الدنيا كما هي هذه الدنيا فيها غدر هذه الدنيا فيها صدمات فعلينا أن نقبل كما هي والسعيد من صبر على ما أته الله عز وجل من أقدار وما كتب الله عليه من مصير السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله